وخلال الاجتماع الأسبوعي استعرض رئيس الوزراء تقريرا عن الحالة الوبائية في مصر أوضح التقرير أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد تنقصت أعداد حالات الإصابة خلال الأسبوع من 9 إلى 15 من يناير الجاري بنسبة 9% مقارنة بالأسبوع السابق عليه في السياق ذاته أوضح التقرير أن نسبة الإيجابية في العينات التي تم تحليلها بالمعامل المركزية ومعامل المحافظات ترجعت إلى 4.3% من إجمالي العينات التي تم تحليلها الفيروس كورونا في الأسبوع الثالث من العام الجاري والمنتهي في 21 من يناير وذلك مقارنة بنحو 4.8% خلال الأسبوع السابق عليها